يقول السائل بعد أن أدليت العمرة كلها وبينما كنت أغسل ملابس الإحرام وجدت بها آثار نجاسة فما حكم عمرتي؟ عمرتك صحيحة تغسل النجاسة تغسل النجاسة عمرتك صحيحة ما دام أنك لم تعلم بها فاغسلها النجاسة ما تؤثر على الإحرام إنما تؤثر على الصلاة وأما الإحرام فيصح ولو كان عليك نجاسة ما يشترط للإحرام الطهارة إنما الصلاة إذا كنت لم تعلم بالنجاسة في ثيابك وصليت فالصلاة كان صحيحة لأنك معذور بالنسيان والجهل لكن تغسل النجاسة متى علمت بها تغسلها للمستقبل